وخلال كلمة مصورة بانطلاق المنتدى دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطينيو جوتيريش الشباب إلى إيجاد الحلول وتقديم الأفكار لبناء مستقبل أفضل أضف جوتيريش أن أفكار الشباب وحلولهم المتكرة لا تنضب مطالبا بإلهي احتياجاتهم الأولوية في المناقشات المتعلقة بالسياسات والاستثمار في المنتدى من جهته أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تدرس أدنوم ضرورة أن يكون عام 2022 هو عام القضاء على الجائحة وتوجيه النمو والتقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدوره أكد رئيس مجموعة البنك الدولي دابيت مالباس أن البنك الدولي ملتزم بخلق واستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب خاصة في الموضوعات الملحة التي تواجه الجهيل الجديد أما مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب فأعربت عن سعدتها الغامرة بانضمامها للمنتدى بفعالياته التي تعمل على نشر السلام والتناغم بين شباب العالم